السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شككم شباب إن شاء الله بخير وياكم أخوكم حسين الغانمي اليوم حشرح الشابتر السابع من الكليك الفارماسيلي هو الأكزيما والديرماتايتس طبعا الأكزيما والديرماتايتس هي مجموعة من الأمراض الجلدية طبعا اللي يكون بيها مثل الإحمرار والحكة هذي مجموعة من الصور اللي يتمثلك أو اللي يديل على الأكزيما منطقة كاملة بها إحمرار أو هذي اللي يصير إحمرار أو هجيشي وهذه الحالة تكون كليسيفير أو هذي اللي يتصيب الأضراف هاي مبدئيا مقدمة آه تمام أنا رح أقراركم تقريبا سبع سلايدات من الملزمة مع الدكتورة إيناس بعدين أبلش بالملخص اللي أنا كاتبة واللي هو شوية تفصيلي تمام معيني آه تمام إقلق The term of eczema and dermatitis are often used interchangeable يقلك الأكزيما والديرماتايتس شبيهم واحد يعني كلمة مرادفة للكلمة الثانية يعني أجي أقول dermatitis whether eyes eczema has no inversively agreed definition ما عدت التعريف مثل ما نقول مضبوط بس التعريف مالتها هي نفس الديرماتايتس بس حالتها تكون more acute condition فس شنو اللي فهمنا اللي فهمنا أنه الأكزيما والديرماتايتس هم واثنيناتهم نفس المصطلح بس الأكزيما هي تكون الحالة more acute condition نهوش قائل لك قائل لك يا بأ أنه إجوا وقسموا والأكزيما والديرماتايتس قسمين قالوا يابا هذه اكزوجينوس وهذه الحالة اندوجينوس تمام يعني الديرماتايتس أو الأكزيما قسموا وقسمين قالوا يابا يا أما اكزوجينوس يا أما يكون سببها عامل خارجي على سبيل المثال ساعة أوكي مجوهرات على سبيل المثال أو الإصابة أو تعرض لمادة كيميائية نيكل أوكي مثلا أو اندوجينوس شنو الاندوجينوس مبيني بداخل جسم الكائن الحي هي تصر المشكلة ممكن عامل وراثي وما يطلع هذا بمكان واحد هذا راح يكون بالجسم كله بسبب حساسية مثلا حساسية بسبب أكل البيتنجان بسبب حساسية من دواء معين حساسية مثلا من 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 الخضروات إلى آخره بصورة عامة أنه الاندوجينوس هي حساسية بسبب أكل دواء معين إلى آخره تكون وراثي هذا الشكل هذا الشيء وراثي جنتيك كاوز أما الإكزوجينوس لا يكون بسبب الإصابة بعامل خارجي تمام؟ قسموا هالحالات وقالوا يا بأنه أكو أكيوت وهاي الحالة تكون كلش مثل ما نقول سيفير الحالة أو تتعالج وتروح أما الكرونيك لا أنت تتعالج أوكي تنصاب وتتعالج بعد شهرين تجيك بعد سنة تجيك تمام؟ الديرماتايزيس لون شخصوها قلو هي تقرح صور وريد احمرار وإتشينغ سكن حكة بالجلل تمام؟ هذي الكاركترايز مال الديرماتايزيس تقرح وإحمرار وحكة تقرح وإحمرار وحكة برايماري كير يقل لك بالمستشفيات يقل لك أكثر أكثر شكل أو أكثر شكليا من الديرماتايزيس راح تشوفهم اللي هما الأرتينت والأليرجي تمام؟ الأرتينت والأليرجي ديرماتايزيس أكثر شكليا من الديرماتايزيس بالمستشفيات راح تشوفها أو بعملك الطبي بالصيدلية راح تشوف أكثر نوعين هو بسبب الأرتينت وبسبب الأليرجي تمام؟ تمام واللي يكون معناته بسبب انه واحد من العائلة عنده امراض حساسية على سبيل مثال الربو تمام الايتولوجي نراح تشيلك المسببات احنا جقلنا قلنا يابع اكو قسمين من الديرماتايتز قسم يسمونه طبعا هذا الكونتاكت ديرماتايتز ده احج اوكي الكونتاكت ديرماتايتز الكونتاكت ديرماتايتز يا شباب قسمو قسمين قسمو ارتينت كونتاكت ديرماتايتز وقسمو اليرجي كونتاكت ديرماتايتز تمام عندنا النوع الاول من الديرماتايتز يا شباب نوع الاول من الامراض الجلدية اللي تخص الاكزيما او الديرماتايتز شي يسمونه يسمونه كونتاكت ديرماتايتز يعني انت ليسميناها كونتاكت بسبب اتصال مباشر لمثلا مادة كيميائية معينة أما يكون Irritent Contact Dermatitis أما يكون Allergy Contact Dermatitis يقل لك إن ICD اللي هو شنو الإي سي دي اللي هو Irritent Contact Dermatitis يقل لك Aged must penetrate the outer layer of the skin to invoke a physiological response يقل لك لازم بال Irritent Contact Dermatitis لازم هذي المادة تخترق لك الطبقة الخارجية من الجلد على سبيل المثال التعرض للمواد الكيميائية أو التعرض للمنظفات بسرعة مزاهي قاصر إلى آخره هذي شنو معناته؟ هذي رح يعبر لك outer membrane of the skin ويسبب لك تحسس بسبب الاتصال المباشر أو تهيج The type of Irritent يعني شنو يعتمد السيفير أو السيفيريتي ما للدرماتاتس يقل لك يعتمد على نوع Irritent شنو تشان مثلا صابون زاهي قاصر مجوهرات مثلا معينة مواد كيميائية معينة الكونستريشن الكمية والتها الكونتي إشقاد المدة التعرض إشقاد هلتتعرض الدقيقة ساعش والتعرض هذي كلها يتميز السيفيريتي ما للالكشن رح يصير شي قل لك concret blush with the single exposure تمام اه يعني يتكون مرة وحدة or more commonly أو مثل من قول They getctor وهذا الاكسبوجر شي صير يصير بسبب انه المادة وصلت للستيرينيوم كورنيوم احنا حتشينا بمحاضرة السكيبيز الجرب وقلنا انه هذي المايتس او الحشرة راح تحفر الطبقة العليا من طبقات الجلد لحنا عدنا ثلاث طبقات من الجلد الأبيديار والدير وسبديار او يسمونها اندرديار تمام الأبيديار وقسمناها الطبقات اول وحدة يسمونها استيرينيوم كورنيوم فالستيرينيوم كورنيوم ش راح يصير فيها لانه المادة الكيميائية اخترقت هذي الطبقة فصار هذا التحسس وانفرزت الانفريميتيار وصارت حكة يقلك مواد مثلا معينة مثلا الاحماض القوية والاكلانات القوية ممكن يسببا تقرح وتقشر بالمنطقة او الزينك اوكسايد الزينك اوكسايد يستخدموا مثلا لعتهم طفح وخاصة ينطوا للاطفال اللي اعتهم طفح الحفاظ اوكي بس احنا ما نفضله لان راح يسبب تقشر المنطقة وتهيج المنطقة شنفضل ننطي كوادير اوكي شنفضل ننطي كوادير نحا تشيلك الهيرجي كونتاكت درميتايتس فرس سنسيتيشن يعني يطلب مثلا تعرض لحاجة معينة قلنا مثلا تعرض لمواد كيميائية الاخر فمن يصير تعرض شنه راح يصير انه هذه المادة الكيميائية راح تعبر لك الطبقة الاولى اللي يسمونه سترينيوم كورنيوم فبالتالي الجهاز المناعي يتحفز التسيل تتحفز وتنفرز تقريبا 24-48 ساعة فيصير حكا وإلى آخره واضح يا شباب ناشي حاجي لك وحاجي لك المواد اللي ممكن تسبب لك التهيجات اللي تسبب لك الاريتنت واللي تسبب لك الاليرجي اللي تسبب لك ممكن الاريتنت اللي هي ديترجنت المواد العامة المواد الكيميائية زاهي قاصر صابون الاخر السولفينت المذيبات الاولز الدهون وكذلك الاسد اند الالكالاينز تمام وكذلك الاوكسدايزينج ايجنت اما الاليرجي الاليرجي كونتاك درمتايتس مثلا نيكل مادة النيكل او على سبيل المثال وجوهرات اوكي ذهب ما ذهب لان هي مصنوعة من مواد كل شيء هواية تمام التوبكال كورتيكوستيرود ممكن لسبب حساسية وكوزماتيك المواد مع الكوزماتيك السكن كير وهي السوالة في العناية بالبشرة اوكي الربر المطاطة اللي هو موجود مثلا اه تكرمون بالاحذية تمام او بالقلاف القفازات كذلك الدايز الصدغات او الفورمالدهاج تمام عفو الدايز الصدغات الاي شخص يكفها بيده ممكن تسبب للتقشر اه بالجلد وتجريح الجلد تمام فممكن بسبب العمل او ممكن اه يجيك اه يجيك اه بايشنت عنده ديرماتايتس ممكن هو معمل ما المواد كيميائية على سبيل المثال صابون ما صابون الى اخر اوكي ممكن تعرض مباشر لهذه المواد ممكن سبب عنده ديرماتايتس فاحنا لازم نسئل اسئلة للمريض من اللي يجينا عنده ديرماتايتس يا باته شنو شغلك اوكي شنو شغلك تعامل يعني شغل بالعمالة نيابه اخذ غلوفز اه دائما خلي قفازات بيدك اه لا تكضل اسمنت بيدك اه انت شنو شغلك مثلا مواد كيميائية حاول تلبس كمامة حاول تلبس غلوفز اوكي اه مثلا شنو امرأة ربت بيت تغسل المواعين تتعرض للزاهي يابه لبس غلوفز قفازات لا تخلي للزاهي يتعرض ليدك اه يابه مثلا شنو سببك لابس ساعة اوكي شنو مخلي علي دنك نشوف دائما الحاجات اللي هي سبب تهيج للمنطقة واضح مخلوقات اي سي دي اللي هو شنو قلنا الاريتنت وقلنا الاليرجي كونتاكت درميتايتس شنو راح نشوف ردنسس حمرار ودرايننج جفاف ما المنطقة اوكي وحكة بيورايتس حكة هنا قريناها البيورايتس هذا المصطلح بالاسكيبيز فهذي حكة حكة بحمرار فدائما نشوفون المنطقة حمرار وجفاف بيها وحكة تمام وكذلك بابيوز نقاط حمرار وفزقلز تجمع للماء بنقرأ بس هذا السلايد وهذا السلايد ونروح للتلخيص اللي انا كاتب اللي كلش بمعلومات تفيدكم معلومات كل شوية تفيدكم تمام اتشينغ is prominent features الحكة تكون موجودة تمام وممكن هاي الحكة السبب تجرح وتقشر للجلد ممكن السبب secondary infection وبكتيريا الى اخر طبعا المنطقة اللي تكون chronic exposure دائما تكون منطقة جافة وممكن تكون بها features ممكن تكون بها دم و الى اخر حي اوكي 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 ممكن يقولك اكو بالاكيوت فايس بالحالة كلش الحادة نشوف بها طبعا الراش بالمنطقة المتعرضة و بنفس الوقت ليجينز اوكي واضح يا شباب نروح نشوف التلخيص اللي انا مسوي اول شيش قلنا الديرماتايتس والاكزيما هم نفس المصطلح الديرماتايتس والاكزيما هم نفس المصطلح بس الاكزيما هي حالة اعقد وتكون سفير اكثر وقلنا هم اثنيناتهم هم عبارة عن مجموعة من الابراض اللي تصيب الجلد تمام شو تسبب تقشر الجلد جفاف الجلد حكة الجلد احمرار تقرحات وتشققات قلنا قسمنا الديرماتايتس لعدة انواع اول شي قلنا الكونتاك ديرماتايتس هو التهاب الجلد اللي يصير بسبب ملامسة شي معين قلت لكم مثلا المطاط الاحذية كوربون القفازات الصابون المنظفات المجوهرات المواد الكيميائية مثلا النيكل العطور اللبلاب السام البلوط السماق ذول النباتات التلاثة البلوط واللبلاب والسماق لعتهم دهن او زيت سمونا يوراشيول هذا هو اللي يسبب حساسية كلش عالية وممكن يسبب ديرماتايتس واضح؟ فالكونتاك ديرماتايتس قلنا يكون تهيج بسبب فتشي حامضي بسبب منظفات وطبعا هذي تصيب النساء اكثر من الرجال لان النساء دامين يلبسون مجوهرات وطبعا المجوهرات تكون من معادل مختلفة ويستخدمون عطور ومنتجات اخرى وقلنا الكونتاك ديرماتايتس قسمناه قسمين قلنا الارتن كونتاك ديرماتايتس والاليرجي كونتاك ديرماتايتس قلنا الارتن كونتاك ديرماتايتس شبيه؟ يصير خلال دقائق الى ساعات تمام؟ شي يصير؟ يصير من دقائق الى ساعات من دقائق الى ساعات ياهو هذا الارتن كونتاك ديرماتايتس وكذلك الانتشار يبدي من منطقة التعرض يعني باقط المنطقة المصابة فقط المنطقة المصابة فقط المنطقة المصابة على سبيل المثال اذكركم حالة من الحالات منطقتنا من المرات نزلت منظفات زاهي قاصر هاي السوالف تعبانة مو اصلية تمام؟ فشنو كانت الحالات اكثر شي تجي نزاء للصيدلية تعاني من تقشر تبولي تقشر والتهاب صاير تقشر وين بالاصابع مال ايديان يعني فقط الاصابع فقط الاصابع ليش لان الاصابع تكون كونتاك مباشر ويزاهي اوكي وانا ما يلبسان غلوف طبعا فيصير كونتاك مباشر وي الاصابع فشنو اللي راح يصير يصير الريتنت كونتاك درمتايتس فتشوف التقشر او الاحمرار اوكي اه تصير فقط بالمنطقة المصابة يعني ما ينتشر وهاي وهاي الاصابع تكون من دقاق الساعات بسرعة تكون طبام؟ ويكون تخدش وتهيوت المنطقة اللي تعرضت اما الاليرجي طبعا ذا كلك ملاحظة انه مين تعرضت جسم لاريتنت اكو طبقة سمونا كرياتينو سايت كرياتينو سايت هاي الكرياتينو سايت تكون اخر طبقة من طبقات الابيديارم اوكي اللي هي هي تكون الطبقات الفوق هاي ما راح تسكت وتفرز سايتو كينز وهذا السايتو كونز راح يسوي التهاب بجلد تمام وحكة والاخر هي فلس احنا شون نفرق من الاريتنت كونتاك ديرمتايتس يا شفاب والاليرجي كونتاك ديرمتايتس الاريتنت قلنا يصيب منطقة وهذا ما ينتشر يسبب فقط المنطقة ويكون سريع اما الاليرجي لا يكون بسبب انه اكو خلل او اكو حساسية هايبرسنسفتي عالية بالجلد او جهاز المناعي فيسبب افراز الانفليمتري ميديايترز ورح يتحسس الجسم بالكامل تمام؟ فيكون اكو مادة خارجية تعرضت لمحفز معين قلنا على سبيل المثال صار مثلا صارت حساسية مثلا انسان هو اصلا عنده حساسية على سبيل المثال من الصابون اوكي؟ فهذا مني يكضل صابون او مني يكضل زاهي راح جسمه كله يتحسس جسمه كله يتحسس يعني الجسم كله يصاب واضح؟ فهذا هو الفرق بين الاريتنت كونتاك ديرمتايتس والاليرجي كونتاك ديرمتايتس بالاضافة الى انه جسم كله يتحسس راح ياخذ وقت كلش بطيء من 24 إلى 72 ساعة اما الاريتنت كونتاك ديرمتايتس راح ياخذ من دقاق الى ساعات عندنا نوع ثاني يسمونه اتوبك اتوبك ديرمتايتس هذا الاتوبك ديرمتايتس يكون مزمن اكثر شي يكون شنو مزمن السبب هو طبعا اكو خلل مناعي خلل بالدفاعات مال الجلد باريار ديس فانكشن وكلنا يكون قلنا يكون مزمن وطبعا يزداد ويكون بسبب القلق النفسي تناول فول سوداني على سبيل المثال او الاسماك يعني يجيك يقول لك والله انا من اكل هاي الاكلة المعينة اوكي يصير عندي هذا الديرمتايتس واضح فاحنا شنو نصحب هذه الحالة النصحة يا ابا انه ابتعد عن السمك او ابتعد عن الفول السوداني تمام عوفهم ورح ننطي انتي هستامين تمام وننطي مرطبات ليش لان هذا السبب 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 ماله ديرمتايتس صار بسبب اكلة معينة او بسبب دواء معين واضح وهذا طبعا يصيب الاطفال اكثر شي عشرة بالمية وثلاثة بالمية هما الادلت يصيبهم الهان ديرمتايتس اللي هو مبين ديرمتايتس اللي يصيب الايدين وهذه صور هواية توضح لك الديرمتايتس هذا الديرمتايتس اللي يصيب الرجلين والطيات بين الرجلين هذا الديرمتايتس اللي يكون كونتاكت مباشر مثلا تعرض لي هنا للزاهي هذا الديرمتايتس اللي يكون برش كل شو هواية وتعرضت المنطقة كلها اللي هو شسمه يسمونه allergic contact dermatitis هذا كذلك allergic contact dermatitis وهذا شسمونه يسمونه ارتة كونتاكت ديرمتايتس تمام العفو كذلك هذي يسمونها allergic contact dermatitis هذي احد الديرمتايتس كذلك فعدنا بعد ثلاثة نواع اللي هي الdishydrotic الdishydrotic او يسمونها البومفوليكس البومفوليكس يعني اما تقراها بالمصادر بومفوليكس او الdishydrotic تمام هم انثياتهم نفس المعنى وشي يصيبون الهاندس الايدي وشي يصيبون الاقدام الايدي والاقدام وتصير على شكل بثور صغيرة وحمراء باطل اليد والقدم تمام قلنا الاكزي ممكن تسبب حكة شديدة الى متوسطة ويحمرها للمنطقة وهذي كثرة الحكة يا شباب ممكن تسبب التهاب ليش لان ممكن يسبب تقشر وتجريح الجلد فبالتالي هذي اللي استافل له كوكوس اوريوس ما تصدق هذي السالفة وتروح تسوي بقص جراحة باللون الاصفر وممكن حرارة فيفر وهي الحالة تكون ريفيرل وعندنا حالة ثانية من الدرماتاتيس سامونها سيبورك سيبورك درماتاتيس او يسمونها داندروف او يسمونها سيبورك سورايسيس الداندروف اللي هي القشرة بتجلد طبام سيبورك سورايسيس اللي هي مثل الصدفية تكون فهي هاي الاسماء كلها نفس الشي يكون احمرار ويكون مثل السكالي باتش السكالي باتش هي تشي قصده هذي ما عرف شنو معناتها بالعربي صراحة انو ما يطلع معناتها بالعربي بس انت لازم تفهمين هي هي تشي تصير سكالي باتش هذي الاسكالي باتش هي تشي صير هذي الاسكالي باتش ما عرف قشور او تشي قصده وين تصير تصيل تصيب السكالي فيفر occurs والو هادي المناطق اللي تكون اويلي تكون زيتية هذي الجبحة أسفل العين أوكي هذه المنطقة مثلا أوكي هذه المنطقة لآخرها وكذلك عدنا نيومولر أو ديسكويد أكزيمة هذا شي يصيب هذا يصيب الأرمز الأذرع ويصيب الأرجل ويكون كل شي واضح ومعروف يكون دائري وأوفل هذي هذي دائري هذي 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 شي يسمونه ديسكويد ديسكويد ديرماتاتس هذا ديسكويد ديرماتاتيس هذا ديسكويد ديرماتاتس واضح يا شباب هاي الحالة شي سمونه ستمن تشوف هاي الحالة شي تقول عليها سابورك أوكي سابورك ديرماتاتس اللي تصيب الوجه هو الاسكال تمام يا شباب فحسنا عرفنا انه أنواع الأكزيمة عندنا الـ contact dermatitis اللي تنقص قسمين الرك контакت درماتاتس، والأليرجي كونتاك درماتاتس، وكذلك، عندنا النوع الثاني اللي هو الأكيوت درماتاتس النوع الثالث اللي هو هان ديرماتاتس، النوع الرابع اللي هو Coin Dermat compromised اللي يسمونهглиسبيومفولكس، اللي يصيب باطن للقدمين، وهو الأرجل والنوع الخامس اللي هو سيبورك اللي يصيب فروة الرأس والوجه واليوميلر أو الدسكويد اللي هو شيصيب الأذرع والأرجل قبل ما نروح للتريتمينت خلين نكمل المنزمة طبعا فإحنا هنا نسأل أسئلة أنه يا بأ الموقع وين على مد نعرف مثلا أنه هو الموقع بالإيد فقط لو انتشر وشنو السبب لازم نعرف الأكسفوجر الهيستوري ما للمريض أنه يا بأ أنت مصاب قبل بالديرماتايتس له هاي أول مرة تمام لازم نعرف المسبب أنه يا بأ انت شنو شغلك شنو شغلك لبست شيء أكلت شيء أخذ الدواء معين مش وقت نسوي الرفيرل الرفيرل مش وقت نسوي للأطفال اللي هم أصغر من 10 سنوات اللي يحتاجين كورتيكوستيرويد وكذلك الليجين المنطقة اللي تكون الليجين بالفيس بالوجه أنت دائما أنت أنت شوف حالة ديرماتايتس بالوجه تبتعد عنها اللي الممكن أي غلط بالعلاج أو أي غلط راح يسوي البيشت راح يتشوه وجه فأنت حاول تبتعد عن هاي السالفة تمام كذلك الناس اللي أخذوا دواء وفي شلعتهم الدواء تمام وكذلك الديرماتايتس اللي انت شرب صورة كلش فضيعة وتكون حالة متى شوية سفير عندنا أمراض ثانية على سبيل المثال اللي هو يسمونه يورا كارية يوراتي كارية شوية يسموها تصعب المهم هذا يوراتي كارية شنو شنو هذا مساح جاتلكم إياه قلتلكم مثلا بسبب أكل معين بسبب مديكيشن معين فهذا يوراتي كارية يصير ديرماتايتس بسبب أنه أنت أكلت أكل معين عالسا مثلا بيتنجان تأكلت بيتنجان أو بسبب أكل أنواع معين من المخبوزات أو الموز أو البيض أو بسبب أنواع معين من الأدوية يصير عندك ديرماتايتس اسمه يوراتي كارية أوكي أتوقع هذا اللفظ صحيح اللفظ متى شوية صعب المهم فأنت بهاي الحالة تليش إحنا دائما نقول ونرجع ونقول لازم تعرف المسبب لازم تعرف المسبب لن أنت اذا عرفت المسبب تعرف تقدر تعالج فإذا كان المسبب على سبيل المثال نوع من أنواع الأكل أو المسبب هو دواء معين فلنتكي تنصح اوش شي يبتعد عن الدواء ويبتعد عن الأكل هذا يتجنب ينفي قطعي ثاني شي تنطيل مرتبات على سبيل المثال فابسلين دائما مرتبات الفد السبوعين وتنطيع اله Kingston على سبيل المثال الألمين ليش تنطي انتي هستامين؟ طبعاً راح تكون هذي بها راش وحكة وإحمرات تمام؟ بالضبط من مثل هذا اللي ياخذ على سبيل مثال سبري عفو ياخذ البنسلين البنسلين مثلاً إيموكزيلين وجماعته هذا من ياخذ البنسلين مثلاً قلت عدك حساسية من البنسلين هو مثلاً ما يدرن هو عده حساسية من البنسلين وياخذ أدوية بنسلين تمام؟ فيصر عده حكة وإحمرار ورش تمام؟ فهايش ننطيها هنا ننطيها انتي هستامين فهنا ديحشي لك أنه الناس اللي يعتهم حساسية من المدكيشن من أدوية معينة أو من أكل معين أنت هنا ما يصير تطيهم عصارات وكورتيكوس سيرويد وإلى آخر ما يصير لا أنت لازم تعرف المسبب فلا السبب دا قل لكم النيابة اسأل المريض اسألوا إنت شنو تشتغل شنو لبست شنو أكلت شنو طبيعة شغلك تمام؟ هاي الأسئلة لازم تسألوا أعمل تعرفون فإذا كان السبب هو أنه بأكل معين أو دواء معين هنا شي تقلوا للمريض أول شي يبتعد عن المسبب يبتعد عن الدواء أو يبتعد عن الأكل هذا تمام؟ وبنفس الوقت بعد شنو تنصحونا للمريض أنه يستخدم مرطب 24 ساعة لمدة أسبوع على سبيل مثال فازالي أوكي؟ وكذلك ياخذ أنتي هستامين ننطي الألارمين حتقل لحسين ليش الألارمين ما يسبب هو نعاس صح؟ وحنا أصلاً الريض المريض يحشس بالنعاس على مد ما يحك وتأثر تأثر المنطقة تمام؟ نقل لأخذ حبايا قبل ما تنام دائماً وهذه تصير المبينة هذا هذا النوع اللي يسمونه أوريتا كيريا يكون بسبب يكون صدل اللي يلعفو على غفلة يصير تمام؟ ويختفي طبعاً بعد 24 ساعة لأنه هو سبب تحسس يعني هو مو تقول سبب مثلاً تعرض لمادة كيميائية لا لا هو سبب ما تتحسس مثلاً من أكل من دواء فهو من يجيك تما يزر تطيع الصارات عيني لا تجي تطيع مرطب تمام؟ وتقل لي يا باب تعد وابتعد عن هذا المسبب وهكذا أنتي هستامين تمام؟ فممكن يصير طبعاً هذي السكن ممكن يصير يصير مثل الأدمة تتجمع السوائل أوكي وإحنا شقلنا قلنا العلاج ماته هو الانتي هستامين ديسكويد درماتايتز أنت ذا ملاحظ بالملخص اللي هتشته راح تقل لي حسين الديسكويد هو نفسه النيوميلر أوكي هذا نفسه هو هذا النيوميلر ثواني النيوميلر هذا فهو نفس الاسم يعني ديسكويد أو نيوميلر نفس الاسم تمام؟ وش قلنا هو شلون راح تشوفه يكون سيركولر أو أوفل يعني مثل الدوائر يصير ويكون سيمترك يعني شون سيمترك؟ يعني إذا تنصاب الرجل اليمنى تنصاب الرجل اليسرى ويكون دائري نبين هيك دائري أوكي هيك دائري وقلنا وين يصاب الأرجل والأديان مرات الظهر يكون سيمترك تمام معيني؟ تمام هذي حجيتها يصيب الأعمار الشباب يعني الأفيدنس بيس فور أوفر كونترول ميديكيشن نادا يحكي لك يقل لك يا با انه انت تتجنب تتجنب اللي هيج هذي الدرماتايتس وكذلك تنطي أدوية على مدسة ومانيجمنت للحكة والإنتيجريتي مالتها ومال الجلد نانفولومولوجيكال انترفينشن قلنا انه انت تتجنب المعامل المحفز على سبيل المثال أدواء تتجنب أكل تتجنب يقل لك هنانا سويتينغ تتجنب تتجنب لتتجنب المحفز سوف تتجنب وقلنا هذي المرطبات هي تستخدمها 24 ساعة تستخدمها 24 ساعة لازم نمرطب 24 ساعة على الجسم وهذا المرطب هو الشي يسوي تحكم على مد ما يخلي الدرماتايتس ينتشر هو يتحكم بالدرماتايتس أما العلاج العلاج يهو الكورتيكوستيرويد تمام تمام فهنانا يقل لك على مد يسوي عليه اخطينا المرطب لتنجذة المرطب لتأخذ المرطب مهلا كلي هذا وهو شي يجي كريم انا اصير اصير زيان علي او انا مجربة هذا المرطب زيان او مثلا يجيك بيشينت يقلك والله ان الفازالين زيان علي تمام مشكلة اخذ فازالين او يجيك مريض يقلك يا با انا ال ايفين ال ايفين هذا مناسب او او يجيك مريض يقلك والله الايو سيرين هذا مناسب علي اوكي فاذو الى مرطباته هواي فيقلك تختار المرطب شوي صعب حسب قناعة المريض واذا ما جاي ويقلك والله انا نريد المرطب الفلان انطى يسيد او كريم كلش مناسب اه تمام فيقلك البيشيت رسبوستو ذيكير اموليانت راذا ذين ذي الاجنت اوزماتيك انتهنانا كصيدلان ناجح ميسر تطي مرطبات من الكوزماتيك بيها كومبينيشن بس الله اللي اعلن بيها تمام فانت لازم تطي مرطب طبي ما بيكمبينيشن وهو مواد ضايفينها الى تمام يقلك الكريمات الكريم فورميليشن هو يكون مفضل اكثر من الاوينتمت وهذا طبعا تعتمد على المكان ما للاصابة تمام المكان ما للاصابة tend to be more readily acceptable by the patient يقلك انجنرال السكين ويكون مودراتي دراي الجلد رح يكون الجلد العفو اللي يكون جاف وجاف كلش ممكن يستجاب الاوينتمت اكثر يعني حسب نوع البشرة تكون جافة ممكن يستجيب الاوينتمت اكثر الاوينتمت المن نستخدمه يا شباب الاوينتمت نستخدمه للهاندز للديان وكذلك نستخدمه للمناطق الصلبة على سبيل المثال الكوع الركبة الى اخره تمام اما الكريم نستخدمه للوجه للأقدام للظهر اوكي وكذلك مثلا يجيك بيش انت يقول لك يا با انا اريد عصارة بس انا دائما اطلع بالشمس تنطي اوينتمت واضح فهي تفاصيل ضروري تفهموها تفهموها هاي التفاصيل ضروري تفهموها يعني الجلد جاف يفضل انه تنطي اوينتمت تمام اما الجلد مثلا كريمي عفوا الجلد دهني انطي كريم مثلا او يجيك واحد عنده شغل بالشمس انطي اوينتمت او مثلا الاصابة بالايدين انطي اوينتمت او الاصابة بالوجه وبالاقدام انطي كريم او الاصابة تكون بالكوع وبالركبة انطي اوينتمت هيتشي على حسب المنطقة اوكي فبس if the skin is broken or whipping then the water soluble cream ممكن اذا كان شوية جلد تعبان تنطي كريم افضل ولازم تتجنب استخدام الصابون نهائيا لازم تبتعد عن الصابون نهائيا انا راح يحكي لك اذا احنا خلصنا الايموليونت وهذه الايموليونت اللي حكينا عليها النهيابة اذا مثلا المسبب دائما نتجنبه مثلا العموال يستخدمونه gloves المنظفات النساء يستخدمون gloves كذلك ترطيب دائما للمنطقة فازلين او سودو كريم تمام الاستخدام مع المرطبات هو يوميا مرة لثلاث مرات انت استخدمها ثلاث مرات يوميا يعني انت لازم 24 ساعة المرطب موجود على جسمك لا تستخدم صابون كلشي هواية هذي الشي اسمه اول نقطة من العلاج الثاني نقطة من العلاج احنا راح نستخدم topical corticosteroid ايش راح نستخدم topical corticosteroid اللي هو الاستيرويد اللي هو الهايدرو كورتيزون طبعا احنا عندنا الهايدرو كورتيزون والكلوبيتازون الهايدرو كورتيزون هو يستخدم للحالات البسيطة للجلد الرقيق الحالات البسيطة للجلد الرقيق الهايدرو كورتيزون طبعا خلنا ااخذ شوς ملخص افضل الهايدرو كورتيزون اي чего عندك الشركات الهايدرو كورتون او الهايدرو كورتيزون او الاواي كورتيزون تمامATE ذedi شركات يعني البراند هاذا additionally corticosteroid لما انت تستخدمه قلنا للميلد بوتنسي الحالة البسيطة واللي عيتهم جلد رقيق شون الاستخدام مالتها مرتين لمدة سبع تايام مرتين باليوم لمدة سبع تايام نستخدمها مثلا من تتيج المنطقة بينما بالأيام العادية يعني مثلا يجيك مثل ما قلنا مريض مصاب بالدرمتاكتس أو يكون حساسية حقيقة هو يكون حمرار بالجلد بسبب مثلا أكلة معينة أو بسبب على سبيل المثال دواء معين فأنت ما يصير تنطي ما هو سبب حساسية 24 ساعة ويروح أصلا لا نطي مرتب وقل لي بتعيد عن المسبب وهذا أنت هستامين تمام بس إذا لا والله حالة تكون ميلد درمتاكتس والسبب ما لها على سبيل المثال تعرض مباشر للمواد الكيميائية يفضل أنه أنت تطي كورتيكوس سيروت تمام على سبيل المثال هذا الهايدرو كورتزون بتنوسان بتنوسام أوohy curteson أو الهايدرو كورتون طبعا هذا الهايدرو كورتزون وهذا الحیدرو كورتون وهذا الأوي كورتزون تمام أو تنطي تنطي كلوبيتازون. كلوبيتازون على سبيل المثال الدرموفيت. الدرموفيت هذا. الدرموفيت. او تنطي الدرموتان. هذا الدرموتان. موجودة بالصيداليات. والدرموتين اللي هو محبوب المجتمع العراقي. هذا الدرموتين. او الدرموهيل. طبعا الدرموهيل ممخلي صورته بس هو اكو عصار يسمونها درموهيل. اه تمام. او. اوكي ايتي عصارات يسمونها درموهيل. اوكي. هيتش الشكيل هيتش الشكيل هيتش الشكيل يعني هذي كله اشكال من الديرموهيل واضح يا شباب الكلوبيتازون تستخدمه فوق 12 سنة والهايدروكورتيزون فوق 10 سنوات الكلوبيتازون تستخدمه فوق 12 سنة الكلوبيتازون اللي هو الديرموهيل وجماعته تستخدمه لمناطق السميكة كوع مثلا الرقبة او الحالات القوية تمام تمام انت تجد تقل له مرتين باليوم استخدم هذي العصاره مرتين باليوم لمدة 7 تاعم لازم توضح للكمية الكمية هي بقدل اصبع كمية المادة اللي يخليها على المنطقة هي بقدل اصبع على قدل اصبع تمام ايش قدل كمية تكفي مثلا اذا المنطقة الايدين اثنيناتهم فالعصاره لازم 30 جرام تكفي له تمام او الاذرع الثنيناتهم عصاره 60 جرام او الظهر مثلا بالكامل عصاره 100 جرام واضح؟ اه تمام فنروح للمزا موالتنا حاجينا على هيدرو كورتيزون وقلنا للحالات البسيطة والجلد الرقيق وكلوبيتازون للحالات شوية الاقوى واثنيناتهم معتهم تأثير الديرماتايتس وهم يستخدموا الفيرست لين لعلاج الاكيوت ديرماتايتس تمام حاجي لك اذا الاختيار بين الهايدرو كورتيزون وكلوبيتازون يعتمد على السيفيرتي على الشدة تمام مثلا الهايدرو كورتيزون يستخدم مناطق البسيطة للثين سكن اما كلوبيتازون للثيك سكن الهاند والباومز اوكي الى اخره وكذلك الهايدرو كورتيزون اذا فشل عندك بالعلاج تقدر تطيك له بيتازون تمام ناش حاجي لك طبعا هاي معلومات ها نظفتلكي هاي اصارات مثلا بتنوسان هو كريم اقو من يما واقو مرهم اقو من يما N و G الشسم ال N هو بس بي بس بي مثلا بيتا العفو بيتا ميثازون تمام بيتا ميثازون اللي هو يسمونه بيتنوسان اقو من يما N و اقو G اللي هو البيتا ميثازون واقو وهذا الجي بي بيتا ميثازون وبه جنتا ميسين او طبعا ال N بي بيتا ميثازون والنيو ميسين والجي بي بيتا ميثازون وجنتا ميسين تمام اللي هو ذول طبعا من عالة الأمين و غلايكوسايد اللي هما يعتبرون انتي باياتيكس اوكي يعتبرون انتي باياتيكس هايج معلومات لكم الفيوجدين طبعا هذا الفيوجدين هو يعتبر كلوترامازول كلوترامازول اللي هو ينطي للفطريات اللي اعتم اصابة فطرية جلدية تمام وديرمو دين احنا حتشينا عليها كلوبيتازون ينطول حالات الاكزيمو الصدفية كذلك النستاكورد اللي هو عبارة عن جنتماسي والنيومايسين يعتبرون بانتي باياتيك يعني وبي كذلك مادة يسمونها نستاتين اللي هي تعتبر كورتيزون فهو يعتبر تعتبر النستاكورد مناسبة لناس اللي عدهم فطريات والتهابات جلدية وإلى آخر تمام يا شباب هاي معلومات ذكرتها لكم يعني هي جثفتكم اما انت كعلاج شنو تستخدم للناس اللي عدهم ديرميتايتز قلنا ايموليانت اوكي اططتكم صور الاموليانت وذكرت لكم طريقة الاستخدام وكذلك تنطيهم هايدروكورتيزون او تنطيهم كلوبيتازون وقدت لكم الاختيار مالتهم على حسب السيفيريتي مال المريض هناك قاتل لك الشسمة 10 سنوات للهايدروكورتيزون اقل من 10 سنوات مايصير تنطي وال 12 اقل من 12 سنة لكلوبيتازون مايصير تنطي الدوريشن مال تريتمينت تستمر كمكسيمم واحد سبوع وكمكسيمم تقدر تنطي جرعاق 15 قرام اوكي ومايصير تنطي هذول الادوة الكورتيكوستيروض للمناطق مثل ما نقول اللي صارها بها انفكشن او متجرحة او محترقة تمام وهذي مراجعة كاتب لك الاموليينت العادي حتى للطفل والكورتيكوستيروض مايصير تنطيل اقل من 10 سنوات وكلوبيتازون مايصير تنطيل اقل من 12 سنة هذي هنا ذاكلك يا على حسب الشدة والسيفيريتي طبعا انه يقلك يا با العلاج السحري العلاج السحري لكل الحالات مال الدرمتايتس هو كلوبيتازون طبعا نحا تشيلك انه انت ممكن شنو تسأل المريض انه او تعلمه طريقة الاستخدام صراحة يعني شقد الكمية مثلا للهانز ماتة 15-30 جرام للاذرع الثينات ومالته شقد من 30-60 جرام مثلا الظهر ماتة 100 جرام اوكي وهتنصح انه يبتعد عن الاشياء اللي سببتلي يعني المرض او الدرمتايتس واضح يا شباب او الكولوس ويبتلي الكولوس في باسم الكولوس كولوس الخلوس في باسم الكولوس المترجم للأقدام يمكن أن تكون مخفضة بقوة من أجل المترجم للأقدام المترجم للأقدام المترجم للأقدام يجب أن تكون مرحلة أكثر من أجل في كل مستقبل combination of Fractions and Intermediate Pressure Keratosis Keratosis Excessive Skin Growth Cholosis Formation Is also caused by Constance Fractions Under Pressure Cholosis Can be beneficial Providing a nature barrier To subject or protecting Underlining tissue Wearing Addccografización Infectivis Diagnosis Diagnosis Infectivis Enstrommting Infectivis Infectivis Enficivis Enfectivis Orançois Infectivis يجب أن يتعلم طبعاً بين elemium and cuarons يجب أن يكون يتمع تدائع عرضاً عبارات ملتجسالية with the patient will accelerate cell-diagnosis يجب أن يضحون أنه يولد خلال الرجل هي مشخص نفسه نالي المفضل بالأ estimated clinical features of curons الكورنز تقليلون مختلفة في كبير الهيلومة ديرم تغطيباً على الطابق للقديم موسيقى الهيلو ما مولي بين الطيات موضوع من الطيات أمام الطيات موسيقى 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 خاصة ومسيقى يدعى بشكل المدونة اختيار موسيقى 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 لديها ما المترجم للقناة شرات قرينة إنسان المترجم للقناة المترجم للقناة تضغط لجلاتينيس فتنكشوز هي مهمة لتساعدة تقلل الضغط إذا كانت ضغط ضغط المسلط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر للم Chang Alternatively كتوليتكس الكتوليتكس الصالصيك اسد و كذلك الكورتيكوسثيريد باقي ال同じ كما يستخدمه للمشاكل وفيريشيا وش اسمه الكورنز والكاليسز تمامي يا شباب فهو هذى الدواء نفسه بس طبعا ما يعالج البون ينزل هفو فيعالج لقنا الكورنز والكاليسز والفريشيا والوركز يهو السلسلسلك اسيد السلسلسلك اسيد السلسلسلك اسيد 50% طبعا المنطقة تقسلها وترطبها وبعد تستخدم السلسلسلك اسيدة والكورتي كوستيردش وقت تستوي ريفيرل من الرجل يعني تكون تأذي وما تخلي يمشي على سبيل المثال او المريض مصاب بالسكري واضح يا شباب او العلاج ما راح يفيده وحنا حاليا اهنا خلصنا الاكزيمة والدرمتايتس حتشينا عليها بالتفصيل بس اكو تفصيل احنا ما حتشينا عليها ان هي هذول الادوية احنا عدنا نقدر نستخدم للدرمتايتس كروتافيل كروتافيل اللي هو كروتا 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 ميتون اللي هو اياها كروتافيل وكذلك ممكن يستخدمون علاج للدرمتايتس انت ما توصفها بالصيدلية يعني هذا التوبك اللي هو يطلق عليه ديوبلي ديوبلي ماب او يسمونه ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت هذا ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت او يسرن ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت ديوبلي اكزنت شوشلان راح يقن اوكي قاعد ياخذ نفس؟ على بعد يقن نفسه يقلك بدراجة اه بخمسة وارفعين يعني هيتش هيتش تنحقن بهذا المنطقة شفوه شلن تنحقن ويقلك على كيفك حقن اوكي خلاص بالصحة والعافية يا بشباب اوكي فسحنا حتشينا على هذي المعلومات الاضافية اللي ما موجودة بالمنزمة انو نقدر نعالج الديرماتايتس بيكون حالات كلش خطرة وهذولة طبعا ينكتبون بوصفة طبية ليو كروتافيل وكذلك ديوبيكسنت كروتافي مرحنا المترجم للقناة المترجم للقناة